بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين قصة وقصيدة أما القصة فطفل قد نشأ على القرآن وقد حفظه في سن مبكرة فقلت عن ذلك الطفل طفل صغير مع القرآن قد نشأ يرى على ذروة الأمجاد متكعة أضحى يردد آيات الهدى جذلاً وبات يسعده النور الذي قرآه يشكل الروح من أخلاقه قمراً يشكل الروح من أخلاقه قمراً ويشكر الخالق الرحمن من برآه إن واجهت دربه بعض الخطوب إن واجهت دربه بعض الخطوب يرى درب الهدى ويرى في الله ملتجأ طفولة في رحاب النور طفولة في رحاب النور قد سطعت فيها شموس الهدى قد أشرقت ورؤى قد بات يحفظ قد بات يحفظ هذا النور قد بات يحفظ هذا النور مجتهداً من قد سمت روحه من صدق النبأ حياته سوف تمضي دون ما قلق وتصبح الأرض خصباً أينما وطئ يا رب أصلح لنا الأجيال رد لنا من عن صراط الهدى بين الدروب نأ واجعل جنان الشذا في الحشر من زلنا من نالها من عذاب الله قد برئ وختمها رددوا أزكى الصلاة على من قلبه رحمة من ربه امتلأ صلى الله عليه وسلم